السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء الرقم 13 من الشبط الرقم 8 هنتكلم عن تأثير الكروم تأثير الكروم is a powerful allowing ailment in steel يعني هو يعتبر عنصر قوي وفعال في وجود معه الستيل يعني وجود الكروم في الحقيقة هو بيقوي أو بيزيد من عملية الهردنابلتي يعني عملية التقصية اللي ممكن تحصل للصلب وبالتالي هو يحسن أيضا الكروجين رزيستنز بتاع السبائق الصلب في حالة وجودها في ميديا تساعد على الأكسادة it is present in some steel could you case excessive hardness and cracking in an adjacent to welds في الحقيقة وجوده الرغم من هو بيزود الصلاة بشكل كبير لكن ممكن في بعض أنواع الصلب يؤدي إلى cracks أثناء عملية الهردنابلتي الستانلز السيل may be contained in excess of 12% of chrome الستانلز السيل وهو نوع من أنواع الصلب يحتوي على حوالي 12% النيكل النيكل is as it to steel to increase hardenability it is often improve the toughness ductility of steel even with the increased strength and hardness it is brainless يعني النيكل في الحقيقة بيضاف الصلب عشان يزود الهردنابلتي وهو يحسن أيضا التوفنس والدكتيلتي وعلى رغم أنه هو بيزود الستانلز يحسن أيضا الهردنس it is frequently used to improve toughness at low temperature ومن المعروف أنه يستخدم أيضا لتزويد التوفنس حتى عند low temperature